أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصوية بحوالي 100 مليون دولار وذلك خلال الفترة من الثالث والعشرين من يونيو الماضي وحتى السادس من يوليو الجال وأضافت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من السادس عشر من أكتوبر 2022 وحتى الآن 6 ملايين وخمسمائة ألف طن منها 4 ملايين وخمسمائة ألف طن ذرة ومليون طن فول صوية وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار